بقى ليه مشي يا ابن انت يا ابن انت يا ابن انت يا ابن انت صغير بقى لك بقى اني لابس باد لو جرافت تيانا كنت انت بلقى ده عيام بقى ما روحت اشتاح لبليلية لا بعد شهر ما خفيت روح بعد شهر روحت المجلس بقى اه فالعسكري وقفني والتاني جا غلس علي يا جماعة والله انا النائب يا جماعة طب هاته زابط كبير بس فجاء زابط كبير فتأكد ان انا الاسم اللي موجود فدخل كان معاك الجورنان بقى ولا معاك؟ لا لا بقولك شوف الوقاع الحظ بيعمل ايه معاك؟ يا سلام طب انا تقريبا بقى بالترع على نفسي وقول ايه؟ طب انا جيت ازاي للسؤال بتاعك ده؟ اكيد انا اسمي ما عطيته جهة ما للرأي السادات طبعا فهو غمت زي ما تروح اكل ما تشعار في فرنسا مثلا يطلع مثلا دفضعة عمال صبعه كده جات فيه فهو جات فيه بس هو مجال هو كان زاك اللي هو كان بحب الشباب جده كان سنه صغير اه طبعا وده قد للشباب فرص كدير جده بالزبط فهو بعد كده هعمل حاجة المحافظ دي قصة بقى تاني اه فالمهم اختارني ناقب رحت ناقب بقى كله عتاول انا بتاعي كده 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 فمسكت لجنة المهجرين كده كل اسميالية وبرشايا السويس مهجرة برا اه كنت ريش لجنة المهجرين اتصل بالوزراء المحافظين مش عارف ايه وبتاع يعني فيه حاجتين ما كنتش حبهم فى حياتي ان انا اقابل المسئولين اه وان انا نلبس بادلة و جرفتة عادي وافرض عليها الزمان انا بعد كده نلبس بادلة و الجرفتة وان انا بعد كده نلبس بادلة و الجرفتة زمان المسئولين اه تبتقوت شاطيها خالص اتنين دول فالمهم بقى اعملت شغلك واسفة يعني تعرفت فى دماغ الرئيسة ده تقريبا يعني فجيت بقى بعدها خلصنا المجلس بعد كم شهر كده كلموني ان انت جاي محافظ معادي مين اللي كلمك بقى اللي جاي مخابرة طب ان انت اعمل رياسة حاج مش عارف هل انت انت قلتلي كلمة فى الاولى دكتور قلتلي ايه احلام اليقظة وانت صاحي بعدين بتفرق كتير قوي هل انت كنت مخطط لنفسك يعني بعد رئيس الشركة بعدين عضو مجلس شعب وبعدين محافظ انت ده كان فى تفكيرك باستمرار وبعد كده جيت فترة من فترات سبت المحافظ بقيت وزير عشان انا بقولي الكلام ده ليه عشان الشباب بتوعنا احنا لسه بنو محمد صلاح الشعب على نفسه وصل اللي هو وصل له ده انت اكيد اشتغلت على نفسك فى حاجة تيار لا انا انا وانا باحلم اليقظة كان اكثر حلم انا مصر عليه ان انا بقى عضو مجل الشعب عضو مجل الشعب وصلت مجل الشعب وان انا يعني ولد كويس وقالت كويسة والكلام ده كله وانه يعني ما وبدالي بدأ تعمل علاقات اقوى فى الاسماعيلية مع اهلي والناس عضو مجل الشعب اديتك فرصة اكتر انك تبقى تقرب من الناسك لا انا بكلم قبل ما بقى قبل ما تبقى وانا فى الحلم فى الحلم اه انا مش عايز اللي مجل الشعب بقى خلاص انا استخريطة بقى مجل الشعب فبدأ تعمل اشتغل لمجل الشعب اه اه ايو 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 انا جدنا ناس تحبك ناس في ايه كلام ده كله انت كنت بتدخلها خطوة خطوة اه لا ده الحلم الاولاني هو اتحقق اتحقق خلاص ربنا احققوا بقى بعد ما او الرئيس ده اسحر الزرار طرعانة فرعانة لا ما اكيد ده في ناس بردو في ناس بتقوله ان فيه لا لا فيه موايزات طبعا كاتبين علي موايزات شاب كويس مش عارك كلام لا وفيه ناس بردو مسلمين كبيرة اكيد واعدين بعتوه قالولي كلموني اعتقد طبعا اجهزة او رياسة اعتقد بتبقى رياسة مم وقالولي انت ان شاء الله تبقى مجل الشعب اه محافظ اسماعليا محافظ اسماعليا فترة دي بقى استادات ده رابط انا بتصور هزا الناس قالت انه هو قال طب ليه انا ما جبشي شباب محافظين ليه ما جبشي ابناء البلد محافظين عشان بيعرف عيوب كل حاجة بيقدر الصلاح يعني شوف الراجل كان بعيد تفكير بعيد النظر جدا طبعا فانا كنت الصورة اللي قدامه اللي هي باينة اللي هو شافني ايام التهجير شافني مش عاقف ايه فاخد بالك واسماعليا طيب مش عاقف فالمهم ان انا الرشحتة في الفترة دي بقى الرشحتة اجي محافظة ما خفتش من المسئولية انك هتبقى محافظة مسئولة عن محافظة كبيرة زي محافظة اسماعليا لا هي كانت حاجات ساس جهايفة كنت بعملها ان انا روح لفاصة ثلاث بيدل مثلا ما خلش على المحافظ وصله كده ولا هقعد مكانة جانة مش عارف ايه الكلام ده كل لكن اللي حصل ان انت بعد فترة صغارة قالوا احنا اسفيك جدا الرأس هياخد قوات الجيش عشان تلاتة وسبعين اللي نجح عبره هيجيب محافظين القناة تلاتة من كتكريم يعني فعليك واحد عليا واحد يعني نعم زعلت ليه لان انا يعني كت هيأتي نفسك هيأتي نفسك طبعا ما قالوا قدر يا مصطفى بقدر اه طبعا طبعا لا يعني انا هيأتي نفسي لان انا مثلا يعني طبعا الشعبي بقى الحتة التانية اللي انا عايزة جاي ايه محافظ شعبي بقى محافظ كمان ولا اه فالمام خلاص بقى بعد كده سنة التمانية والسبعين بقى تكلموني بقى بس سنة ابنها بجد انت خلاص محافظ اسمع ليه استقبلت الخبر ده ازاي طلقت فترة دي التمانية والسبعين استقبلت الخبر ازاي ما انا احكيلك بس حواليها كده فانا طبعا يعني ايه يعني ما انا ما كنش مبسوط بقى الاول كنت مبسوط انت مبسوط وفلوس وبياد وشعب ايه دلاتي بقى اعمل ايه يعني محافظ وزيع ولا محافظ ده ايه يعني مش عافية بس انا فرحت لان انا بقى كبلدة اسمعالية هل كانت محاطك قبل ما تبقى فرحان انها بلدك هل كانت محاطك ان انت كنت عاوز حاجة اعلى من المحافظ ولا كنت برضى عاوز تخوضها خاصة لا ما هي هي ربنا ما انا اقولك هنا اقدر كلها قدر ربنا سبحانه وتعالى ودعوة مرات ابويا وشك سكرة وانسارك مش عاف ايه الله يرحمه جت هنا لان انت اتعينت محافظ بدعوة امي ومرات ابويا وبعدين وراها المحافظ ورضى الوالد كمان اه ابويا طبعا كان اخويا كبير كمان كان هو متولين يعني كان هو المتولين اكتر ابويا طبعا اخويا كان يعني ايه كانت مريب مريب منك او مريب او فالمهم ان انا ايه بقى قالولي هتيجي للمحافظة كده انا قلت بقى ايه ده بتجذبوا علي وجعل تاني يقولي حد جيت تاني وشها فيه بس بكنش بتحمس اوي بصراحة ايو 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 انها ممكن تيجي هنكم مجيش اه انما انما كاحلام يخزة بتتحقق يعبني معمارها جاية ايه الدنيا جاية ايه الكرة جايالك ايه فالمهم ان انا فعلا انطلع ان انا وانا بقى في المالاريا المراتة جابت الجورنال اريته اتلاقيت اسمي محافظة اسماعلي انت المالاريا المالاريا مروفية لا المالاريا دي عامل نائب نائب اه لكن الاهرام برضو اريتها ان انا بقى للمحافظة يعني راسمي بقى خلاص عرفتها اه خلاص نزد راسمي نزد راسمي اه اخوتيش خايف مصطفى مسئولية انا قدري جدا اني متدعين جدا قدري جدا وانا مع ربنا 24 ساعة فعارف ان هو دلوقتي مدنيش حاجة وحشة غير موت امي بس انما كل حاجة الدنيا ماشية الحمد لله فمحافظ حاجة جديرة جدا طبعا لا وفي زمن كان اسم محافظة اسم تقيل والاسم علي بلدي وبعدين انا بقى كنت عارف اعمل ايه فيها لان انا حافظها العيوبة ايه بتاع وفاكر برا محافظ كنت راح اه وانا طالب في الجامعة اقول له فكرة بشاعة في كروشوني وانت عقود ومجد الشعب ما كنت بتروح بتقابل المحافظ كتير ده هو اللي يجري وراي لا وانت عقود ومجد الشعب انا شيلت محافظ اياميها انت كنت نائب كنت نائب المحافظ لا عمرين مكنش انا كنت عقود ومجد الشعب اه وكن في طلبات كتيرة جدا كنت بتروح للمساولين المحافظ عشان خاطر بتاعها طبعا 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 فانت بقى عندك الخريطة كلها بتاعة البلدي لا لا انا انا مولود متربية وانت شارع في الشوارع اه اه ازا ما جولي كابتن علي اه اه ازا ما جولي كابتن علي حافظها وكده وكلامها علي كابتن علي